مرحب بمشاهدينا وأيضا بضيفي من خان يونس الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي بعد تحية دكتور أسابيع عديدة وربما أشهر والجميع يصف الوضع الصحي والإنساني في غزة بأنه كارثي هل في مستويات للكارثية اليوم عندما نتحدث عن هذا الواقع؟ نعم كلمة كارثية لا تكفي لوصف الوضع الصحي الذي وصل إليه في قطاع غزة لا سيما من المعلوم بأنه لم يتبقى من قلاع وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلا مجمع ناصر الطبي والمستشفى غزة الأوروبي في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة بعد أن تم إخراج جميع المستشفى قطاع غزة الحكومية وغير الحكومية عن العمل لذلك اليوم للأسف الشديد واليوم الثالث على التوالي يتم إخراج مجمع ناصر الطبي عن المنظومة الصحية وبات المجمع غير قادر على استقبال أي جريح بفعل الحصار لأن الأليات الإسرائيلية موجودة متواجدة الآن حول المجمع وهناك الكثير من الجرحى والشهداء بنقون للأسف الشديد غير قادرين على الوصول إلى المستشفى بسبب منع سيارات الإسعاف من الوصول هناك بعض الناس الذين يستطيعون بالرسائل البدائية مثل نقل الجرحى على كارة أو على ما يسمى بالعربة التي يجرها حصان أو حمار أجل الله يصلون بصعوبة بالغة إلى المستشفى وهم أيضا غير آمنون لأنهم يستطيعون استهدافهم بين الخين والآخر هؤلاء الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى لا يستطيعون إيجاد الخدمة المناسبة بسبب عدم إمكانية الوفود الطبية الزائرة وعدم إمكانية الطواقم المحلية من وصولها إلى المستشفى أيضا لكم أن تتخيلون أنه الآن يوجد في إصطاع غزة كثير من الوفود الأجنبية التي استطعت الدخول عبر معبر رفع الدولي لوصول إلى المستشفى غزة الأوروبي الآن هم متواجدون داخل المستشفى غزة الأوروبي ويحاولون الوصول إلى مجمع ناصر الطبي لإمكانية تقديم الخدمات الجراحية والعلاجية لمئات المصابين الذين هم الآن متواجدون على أسد مجمع ناصر الطبي وهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخدمات ولكن من أسف الشديد هم غير قادرون حتى اللحظة للوصول إلى المجمع هذا يعكس مدى كارثية الوضع الصحري الخطير في خطاع غزة إذن المعادلة التالية هناك عشرات بالبيئات المرضى الذين يصلون إلى المستشفى في كل لحظة وهناك نقص عام وحاد وحطير في عدد الطواقم المحلية التي لا تستطيع الوصول إلى المستشفيات وكذلك عن نقص الحافل الحدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية فهو مواقع جدا كارثي وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك سريعا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لهؤلاء الجرحة والذين هم بالغوا بالألاق حتى البحث دكتور يوسف هذا المشهد بدقائقه هو تفاصيله الإنساني والصحي الذي أشرت إلي نحن نعيشه معكم منذ أشهر وتزداد صعوبته ومأساويته يوما بعد يوم ويبدو أن العنوان مع الأسف هو نزيف حتى الموت بكل أبعاد هذا العنوان نزيف حتى الموت يعني وهل يأتي هنا السؤال ما الذي بقي متوافر بين أيديكم مع كل ما تحاولون جهودكم أن تبذروها لأن تبقوا واقفين على الأقل تجاه الناس التي تحتاج بأمس الإنسانية يعني للوقوف بجانبها ومساعدتها للأسف المتوافر هو القليل القليل لأن المساعدات الإنسانية الطبية التي من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة بشكل سلس هناك عقبات وعرقيل كثيرة يضاح الاقتلال الإسرائيلي للحيلون لدون اتحصار هذه المساعدات حتى مفوض الطبية الزائرة التي تتمكن من الوصول إلى قطاع غزة وما تحمله من مستلزمات وأدوية قليلة لا تتمكن إلى الوصول إلى مستحقيها ومفتجينها في الوقت المناسب كما ذكرنا أن هذه الوصول غير قادرة على الوصول إلى مجمع ناصر الطبية حتى اللحظة نحن الآن بما يتوفر لدينا من إمكانيات قليلة ومحدودة جدا نحاول إنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات بإمكانياتنا الوسيطة المتواضعة كنا دائما نتحدث عن خدمات طبية آمنة ذا جودة عالية ولكننا الآن نتحدث عن إنقاذ حياة الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى الآن الجريح الذي يستطيع الوصول إلى المستشفى هو جريح محبوظ لأنه يتم استهداف كثير من الجرحى سواء من خلال الهجمات الصاروخية أو من خلال الطائرات المصيرة الصغيرة التي تستهدف الناس أو المارة المتوجدين في الشوارع وللأسف لا يستطيع أحد الوصول إليهم لذلك يبقون في الطرقات حتى الموت وآخر من لفظ أنفاسه الأخيرة هو أحد العطباء في قطاع غزة وهو يعمل في مجال الهيست باثولوجي أو تحليل للعنسجة للأسف الشديد تم استهدافه من قبل الطائرة مصيرة وبقي في الشارع ينزف حتى الموت ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه وفقدناهم وهذا يعكس العداد الكبيرة من الطواقم الطبية سواء كانوا طباء أو مصعفين الذين يلقون حتفهم وبسبب عدم إمكانية سيارة الإسعاف من الوصول إليهم وهذه جريمة تضاف إلى السجل الطويل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في استهدافة الطواقم الصحية بما فيها سيارة الإسعاف امتلأ دكتور سجل الاحتلال الإسرائيلي بهذه القرائم والموت يتربص الفلسطينيين أينما كان مخيمات شوارع منازل طرقات أمام المشافي داخل المشافي سيارات الإسعاف أينما كان أشكرك الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي على مشاركتك معنا ووضعنا في تفاصيل هذا المشهد الصحي والإنساني اليوم في قطاع غزة شكرا لك الدكتور